مفهوم الكلام هذا قال الحافظ بن عبدالبر في التمهيد اختلف أصحابنا المالكية وغيرهم في خبر الواحد العدل يجب العلم والعمل جميعا أم يجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه مفهوم الكلام هذا عندما ننظر إلى هذه الجزئية نجد من الناحية الفكرية العلماء متفقين لكن تعال للتطبيق عندما نجي إلى ناحية التطبيق نجد الخلافات بين العلماء والتبديع والتكفير بناء على خبر الواحد منتشر وشائع في جميع الكتب ها أنت العاقل تعمل إيه؟ أنت العالم العاقل الفاهم عندما تقرأ هذه الكتب يجب أن تستخدم النعمة اللي ربنا أداك إياه وهي العقل والنعمة اللي ربنا أداك إياه وهي العلم لا بد أن تقارن بين هذا وهذا فهمت مني كلامي هذا فيهمتهم مثلا تلاقي أنهم اتفقوا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل أي يوجب العمل أن تعمل به في العبادات ولكن مش في إثبات صفة لله أو نفي وصف سبتة عن الله تبارك وتعالى فخبر الواحد لا يقوى على ذلك حسب اتفاقهم كلهم ولكن مع ذلك عندما ننظر فيه باب البدعة والسنة والخلافات الفرعية نجد هذا بهاجم هذا وهذا بضرب هذا كلك بناء على أحاديث من الأحاديث التي هي أحاديث أحاد وهذا نوع من دقيقة العلم اللي يجب علينا أن نفكر فيه بدقة حتى نقدر نستوعبه ما هو طعن في العلماء المتقدمين ولا هو تعييب لهم بقدر ما هو يعني تبصير لنا بالواقع في أخ بيشير إلى أن الوقت جاء وعلى كل حال الصحابة رضوان الله عليهم في موضوع خبر الواحد قبل خبر الواحد قبل ولكنهم ترددوا فيه كثير في يوم من الأيام جا سيدنا أبو موسى الأشعري لبيت سيدنا عمر بن الخطاب سلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات ما رد ليا فرجع بعدين سيدنا عمر بن الخطاب قال أمشي جيبه لأبو موسى رسلوا لها جاء قال له طيب انت ايه حكايتك جيت سلم وبعدين كدر ليه أنا بروض ليك انقلب دلاتك ماشي سبب شنو قال ليه أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إذا واحد منكم جو سلم في بيت خليه كرر السلام ثلاث مرات كما قالوا لا أدخل لك خليه يرجع قال لا ولا تجيب لشهود ولا لابد من أدبك سيدنا عمر بن الخطاب ولا تجيب لشهود يثبت أنك سمعت هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لابد من أن يعني أعمل معاك كذا وكذا وكذا اللي حصل شنو سيدنا أبو موسى مشى ولقى بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا في وسطهم قال لهم يا جماعة هل فيكم أحد سمع معاي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستيذان هل في واحد منكم سمع الكلام ده معاي الصحابة قال لا كلنا سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إذا واحد مثلا إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع مرفوم الكلام هذا سيدنا عمر قال لا لا تاتي أنني على ذلك ببين أو لا أفعلن بك فجاء أبو موسى منتقع اللون ونحن جلوس فقلنا ما شانب فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم فقلنا نعم كلنا سمعه فأرسل معه رجل منه حتى أتى عمر فأخبره هذا أساس وضع سيدنا عمر بن الخطاب في التثبت في الأخبار سيدنا عمر بن الخطاب دائما وهو واحد من اللي الرسول بقول فيهم اقتدوا باللزين من بعدي أبو بكر وعمر سيدنا عمر ممن تنطق الحكمة على لسانه ودائما بيوافق الوحي أو يوافقه الوحي أو هو يوافق وحي الله عندما ينزل سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا بد من تأتين بحجة هذه أصبحت أساس للمحدسين في تصف الأحاديث وغربلة الأحاديث أنك إذا سمعت الخبر الخبر دائما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب مادة الخبر ولا بد لك من التثبت في إثباته أظن فهمنا من هذا هذا الحديث في الصحيح حديث أبا سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال لما رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجفل يرجع الحديث من هنا بندرك أن التردد والتوقف في التثبت في قبول خبر الواحد ما هو شيء مخالف للسنة والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسل وبعت من الصحابة كثير برسائل إلى الناس والرسائل دي مشوا به ناس دون عدد التواتر وعملوا به فالصحابة في أهد الرسول عملوا به خبر الواحد في كل شيء إلا في موضوع العقيدة ده المتأخرين رأوا أن صفات ربنا أعظم من أن يثبتها إنسان عرض للنسيان عرض للوهم عرض للخطأ عرض للزهول كنجعان بتأثر غطبان بتأثر هذا الإنسان واحد بوحدته ما يقدر يثبت وصف غير ثابت بنص القرآن لله ولا ينفي وصف غير ثابت بنص القرآن أظن مفهوم الكلام هذا طيب إذن إحنا بنركز الباب اليوم وإن شاء الله باقي قدامنا ما في باب ما بنبدأ من الدين نهاردة بنركض فوق كلام الدين الدين في حاجة ولا شنو في أسئلة آه طيب فهذا هو آخر باب من المقدمة وهو خبر الواحد خبر الواحد يقبل في العمليات دون العلميات ونحن نقبل خبر الواحد في العقيدة إذا لم يشتمل على شيء مستحيل أو شيء يوجب نقص في حق الباري جل وعلا نعم الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كلك شيء واحد وأن الكون كلك شيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخلق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها المشرقين وأرادوا أن ينسبوها إلى الصوفية بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعله رمز الاتحادية في نظر كثير ممن يكتب في هذا الباب ولا يفقه ابن عربي نفسه بيقول من وحدة فقد ألحد من وحد أي ما وحد بين الخلق والخالق فقد ألحد أصبح ملحد ده ابن عربي اللي بيقول عليه ها أيوة ولا يقول بالحلول إلا كل ذو عقل معلول أو من له عقل معلول مفهوم الكلام هذا ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود وابن تيمية وهو أكبر وأخطر من عرفه التاريخ عداء للصوفية مع أنه واحد منهم لكن يعادي كثير منهم هذا الرجل ألف كتاب العبودية أصبت فيه وحدة الشهود ونفى فيه وحدة الوجود كما هو معتقد جميع أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى أظن مفهوم الكلام هذا نعم هناك أخي يسأل هل هناك خلاف بين الأشاعر والماتوريجية ومعرجة ومعرجة بين الأم المفضعة نعم هناك خلاف بين الأشعرية والماتوريدية في مسائل لفظية أدلك على بعض الكتب التي تجد فيها هذه المسائل وترى تأويل أصحاب هذه المسائل لها أولا شرح الإحياء الجزء التاني منه شرح الإحياء للزبيدي الجزء التاني منه راجع هذا الباب باب العقيدة ستجد فيه الخلاف بين الأشعر والماتوريد وتتبعه حتى تصل إلى نتيجته هناك كتاب آخر اللي هو البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية هذا الطريقة المحمدية البركوي هذا الكتاب أيضا من الكتب التي تعرض شراحه إلى بيان تفاصيل المسائل التي اختلف فيها الماتوريدية والأشاعرة كذلك عند مثل الخالقية والرازقية وكذا وكذا عندنا حتى في الكبرى أو في منظومة الكبرى موجود الكلام على هذه المسائل لا إثبات الواسط الله تبارك وتعالى رازق هذا قديم والرزق حادث طب صفة الرازقية هل هي قديمة ولا حادثة اختلاف هنا نحن بنقول صفة الرازقية قديمة ما بنقول حادثة مفهوم الكلام هذا أيوه أي أن الله تبارك وتعالى رزاق قبل أن يخلق المرزوق وقبل أن يخلق الرزق مفهوم الكلام هذا وهو خلاق عليم لأن زيق والتمساء الرحمن أن العرش استوى هذه الكلمة ثبتت في في كلام الله تبارك وتعالى قبل خلق العرش قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وقبل خلق الناس كله قبل خلق الزمان قبل خلق المكان هذا المعنى ثابت في علمه يعرفت الكلام هذا هذا كلامه وكلامه قديم رفت الكلام هذا؟ إذن الله تبارك وتعالى موصوف بكل صفاته دون أن نزيد فيها ولا ننقص أكبر أنت سعيد كل هؤلاء الإخوة من الصالحين موجودين فالكل أنا بدوري أتوجه إليكم اقرأوا له الفاتحة ولكل من هو مثله من الإقوان ومن الأحباب أن يرزقهم الله حفظ كتاب الله وأن يعينهم على ثباته ونصيحتي لك أن القرآن صعب المراس فإذا حفظت شيئا منه كرره وكرره وكرره حتى يثبت بنفسه أما إذا تركته فقد يتركك قبل أن تتركه بسم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم أعليهم موضوع لهم سبحانه ربك رب العزة فإذن بكرة بنبدأ بَغَيْنَفْرَةَ